كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بالعالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لحلقة اليوم وهو الزواج عبر طريق الأنترنت كما تعلمون جميعا فالأنترنت صار وسيلة متاحة في هذا الزمن واسعة الاستخدام وأصبح يستعمل لأغراض متعددة فهو وسيلة من الوسائل كل يستخدمها على شكلته ومن بين وسائل الاستعمال المعاصرة هو هناك تواجد مجموعة من المواقع الاجتماعية الخاصة بالتعارف بنية الزواج الزواج هذا سنة كونية وسنة شرعية ربنا عز وجل جعلها بين بني آدم عادة في فصل الصيف العائلات والأسر تستعد لإقامة الحفلات ولزواج أبنائها وبنتها منذ زمان كانت الطريقة للتعارف طريقة تقليدية سهلة وميسرة الناس يجتمعون في المناسبات إما في الموالد وإما في المواسم وإما في الزيارة العائلية المتاحة وهناك يتم تمييز الشابات لمفسهم الزواج وأيضا يظهر الشباب الذين يرغبون في استكمال نصف دينهم وتتم التعارف ثم الزيارة بين العائلتين ثم من تم يتم الخطبة ثم الزواج لكن اليوم في وقتنا المعاصر صار هذا الأمر متعدر حتى ما يسمى بوظيفة الخطبة لكان أيام زمان كانت في كل حي في كل منطقة كالقاوة وحد المرأ سميت الخطبة الدور ديالها أنه عند كلام حلو عند السنحلو وكتمشي عند العائلات إما في الأفراح وحتى في المآتم بل وحتى في الحمامات الشعبية كتلقى دائما تتجول هنا وهناك وكترشم فيما كتبليها شي بنت في سن الزواج وصارت مليحة إلا وكتدرة في اللائحة ثم كتزور العائلة الأخرى لعند الشباب أو الرجال اللي يرغبون في الزواج وكتبقى تخيط بالبيض ويتم الزفاف الميمون بكل أريحية بواسطة الخطبة هذه مجموعة من الأمور كانت أيام زمان هي كثيرة ومتعددة بدأ بعضها ينقارض وجاءت وسيلة الأنترنت في عصرنا هذا كوسيلة من الوسائل المتاحة فبغينا نقش اليوم أيها الأحب الكرام الظاهرة للزواج عبر الأنترنت وش ترونها سليمة ومباحة أم يعتبرها مجموعة من المخاطر والمحاذير الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي صارت متعددة وقام مجموعة من الأشخاص بوضع برامج ومواقع خاصة للتعارف والزواج بعضها عندهم نية حسنة وناس طيبون وناس صالحون وناس تهمهم القيم الإنسانية يهمهم أن يلتئم الذكور والإناث على شريعة الله السمحة فوضعوا مواقع للحوار والدردشة والتعارف بنية الزواج يجمعون المعطيات بين هذا الذكر وتلك الأنتع وكشفوا نقطة الالتقاء والقيم المشتركة بينهما ثم يفتحون الخطة فيما للحوار بينهما وكتكل عملية ناجحة وموفقة لكن هناك مواقع أخرى هدفها تجاري وربحي ليس غايتها التعارف من أجل الزواج وإنما التعارف لأغراض أخرى فما رأيكم أيها الأحباب الكرام في هذا الاختيار اختيار الزوجة أو اختيار الزوج عن طريق الأنترنت لا شك أنكم عشتم تجارب كثيرة ومتعددة تجارب لي ناجحة واستطاعوا أنهم يوفقون للخير بدأت في اللغة المعرفة خصوصاً لهما في مناطق بعيدة قد تجد شاباً مثلاً في المغرب وشابة في دولة أخرى إما عربية أو أوروبية عن طريق الأنترنت يتم التواصل ثم بعد ذلك يتم التعارف ثم بعد ذلك يتم الارتياح ثم يأتي الزواج خصوصاً لعند الني الصادقة قد لقى مباشرة وبسرعة كي يدق الباب ويأتي إلى البيت من الباب ليس من النفذة وكي تجتمع العائلة والأحباب ويتم الزواج المبارك ولكن بالمقابل كان حالات أخرى اللي تعرضوا للغش وتعرضوا للإحتيال وتعرضوا للأذى كان الأشخاص غرضهم فقط التسلية غرضهم فقط العبت بل منهم من يفتخر بأنه استطاع أن يصل إلى فلان بنت فلان أو فلان بنت فلان من باب الافتخار ثم بعد ذلك يعطي معلومات خاطئة وبل معلومات اللي هي مغلوطة ثم بعد ذلك يقضي حاجته وقد يسجل الصوت وقد يسجل الصور للفتاة التي يحدثها ثم يهددها فيما بعد يا ما سمعنا عن أناس عندهم كلام معسول وكي يتكلم كذلك الفارس الذي تتمنه كل فتاة حسناء ثم بعد ذلك يقولها كلام ويأتيها خطوة خطوة وفي الختام تلقى أنه يهددها لأنها تكلمت معه أخات الحرية بكل أريحية قالت كلام لا ينبغي أن يقال فسجله بالصوت والصورة وصار يهددها أو يبتزها فلعلكم عشتم حالات مثل هذه أيها الأحباء الكرام نحب أن تحكوها لنا لكي نستفيد جميعا وبناتنا وأبناؤنا يأخذون منها العبارة والدروس لكن الذي نريد أن نقرره هو أن قضية الزواج هو رزق رزق يسوقه الله تعالى لمن شاء من عباده فالحق عز وجل جعل لكل إنسان ولكل إنسان نصبه سيأتيه سيأتيه هذا الرزق هو المذكور في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الإنسان كلما اتقى ربه سبحانه وتعالى سوف يأتيه بالأرزاق إما عن طريق الأنترنت وإما بأي وسيلة من الوسائل انطلب الله تعالى في اليوم الآخر أن جميع عزابنا وعازبتنا أن يختار لهم المولى جل جلاله نصفهم الآخر وأن يكلل هذا الصيف الساحن بالأفراح وبالمصرات وبالبهجة والسرور والحبور في كل الأقالين وكل المدن وفي كل بيت قولوا معنا جميعا آمين 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 بجاه الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أدم الأفراحة والمسرات على الجميع واجعل هذه الأيام المباركة من فصل الصيف تكون مليئة بالأعراس والمناسبات السعيدة لدى كل الأسر ونسأل الله تعالى كل بناتنا التي عندهن عكوسات أو موانع أن تزول بقدرة الله الحي القيوم وأن يفتح لهن أبواب السعد وأبواب الخير وأبواب البهجة والسرور ألوس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله لش دينا الحق يا مرحبا بك للرشيدة الله لكنك كانت مننا إن شاء الله ندر معاك وأنا والوالدة كانت مننا والله دي بصليت لعشاء وكان طلب الله يا رب دي برنادك وريبا يا فدى بخير حفظك الله ربنا خيبنا الله يصلحك بنتي الله يعلي مقامك بارك الله وفيك كدير عنك وريبا لبس عليك الحمد وربي ونشكروه نبرك ونعواشرك الله يباك فيكم يا بنتي بارك الله وفيك العائلات وش دي اخر كل شي مزيان ولله الحمد الحمد لله بارك الله وفيك الله يلا مرتاب وكذبتني حليا يا ألف مرحبا رشيدة كنتك انتك المقبلة على الزواج عن طريق الانترنت ولا بالتقاريد والعادات انتها بنتي مزوجة ولا مازال مختوبة ان شاء الله بغتك تبعين عايا انتها الله يكمل علي الله بالخير يا رب وكيف شابنتي تعرفت على الخطيبة ديالك وش عن طريقات قليدية ولا تعرفت علي بالانترنت نعم كيفش تعرفت على الخطيبة ديالك وش بالانترنت ولا بطريقة تقليدية عادية لا لا ما في بالانترنت غير واحد زرت فيها اللي قتل عندك سختة وزبتوا لي الحمد لله الله يكمل لك رجاءة بنتي يا رب ابغتك تدغليم على جوزة ديالي والسخ ديالي يا رب يا رب وخوتو والعائيلة ديالي والمومة ديالي يا رب كتستعدوا رشيدة بنتي للزفافات الصيف سعيد ان شاء الله يلك ما زل ما زل داس الخطوبة الحمد لله نعم داس الخطوبة آه داس الحمد لله للا يكمل بخير يا رب ان شاء الله يكون خير بييد لله يا رحمن يا رحيم مع الواليد ومع المومد يريد عام ومع أخوتي وصبح الله العظيم فرحان الله العظيم الله فرحان الله يكمل لك رجاءة بنتي شكرا لك 毎uran شكرا لك مرحبا اهلا الشريفة الله حفظك الل الله يحفظك سبارك الله عنيك احنا سبارك الله إنصرى سيدنا cruise ونصر الله يكارك الله يرحم وردين للا الله يحفظك ويحفظك ويفholeочно ويرحم نКак ويفر FC بتلفى بتخبط الله يحفظك سبارك الله شكرا لك احنا وانا ه كانت منها غيرنا طبعك الله عني يوم, اللهم ما صلى على سيدنا محمد اللهم ما صل على سيدنا نبي كلنا نسيعين divisionentre نياراني مريضه بالركابة وعافوني انا الرجل على مريض وعافوني انا مات سيدنا محمد سيدنا طبعك الله نيكفوكم مسمعنا شي واحد تردتك وفي قراط سيداني رندف طبعك اللهilty شفي في بسجار الانوت بارك نسعدني شديت كاي كان رجف ومتطيت بارك الله الله يشفضك حافضك الله لله شكرا لك لله وحفظ سيدنا سيدي محمد وحفظ هدني ذاعوا بعدك الشي نراد سمك يالله يحفظ وحفظك اللهم امين شكرا لك لله شكرا جزيلا لك لاحينيين واندي كل الله يخليه لك الله يزيد في مدادك وكتر مسانك ولا مينتي الله يرحمه لا إله إلا الله الله رحمه شكرا نكرقر وطلبنا الله واحد مش جاء إن شاء الله مبرك نسعدها يا ربي يا ربي ان شاء الله واني كرر فيها يا سيدة ربي مني قبضك تبارك الله يعني كرثها يعني ما سفيت في لي سبارك الله يعنيك الله يحفظك شكرا لك لله شكرا لك واني كانت منه عضل نهار مبارك نسعود تبارك الله مني شدت كدعي معي عافك أنا فحشتي يداويني وداوي ويشافيني ولداتي ويأطيوا الناجح واني كانت منه رغبت الله وكما اني سبع ساني قمت نديرك فهو في سيدة ربي تنفجروا في كل وقت يا رحمن يا رحيم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إذن الله شكرا للا رشيد شكرا للا رشيدة شكرا لك للا وحفظك وحفظ سيدنا وحفظك وليداتنا وحفظنا مسلمين الجيشة وحفظ أماتنا وحفظنا بكفة وجميع رانيك تنميت هذا النهار تبارك الله ربحانينا مشيت مني سمع الصوت ديار أعزك الله استغفر الله أعزك الله وبرك الله فيك يا رب يا رب ومع دمبنياتي من عنا الله سكبر وراني كان الزكفوفيني سمعت نورا وسمعت قعدك شي تبارك الله اللهم أمين إلا شكرا لك أعزك الله أعزك الله اللهم أمين أمين يا رب الله أمين الله أرحم والدي أعزك الله أعزك الله يا رحمن يا رحيم يا ربي يا ربي بإذن الله شكرا لك يا ربي بإذن الله الله أرحم والدي شكرا شكرا لك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله يقربك ما تخد شي بيت ما تخد سمان مهار فاسمان سمعتش نترا ما عندي سين جانا أعزك الله أعزك الله وحبه الله الله أمين الله شكرا لك يا ربي يا ربي يا ربي كان حمد كون شكرك فهذا النهار عقبان نحزة إن شاء الله يا رحمة يا رحيم يا رحمة يا ربي يا رحمة يا رحيم يا ربي يا ربي يا رب يا رب وعقبال شزاف شزاف وعقبال ناس الله والله أمين والله رحمه وردني شكرا لك للأم رشيدة وشكرا للرشيدة وسبحان الله العظيم للناس للإقليم الراشدية وما حولها معروفين ناس من أصحاب الفطرة السليمة ناس اللي عندهم قوة اليقين وقوة الإيمان وحسن الضن بالله وعندهم سبحان الله العظيم وطبيعة ربما اكتسبوها من جغرافية المكان المكان اللي هو فيها جبال وتلال وصحاري ونخيل وتمور ونسيم عليل كله شبيه بالمدينة المنورة اللي مشاله الرشيدية يشوفوا حتى شابه كبير بينها وبين البقعة الطاهرة في المدينة المنورة المسمات طيبة التي سميت كذلك لأنها طابت بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غالكت الناس سبحان الله طيبين وفعلا مش مجمل هذا حقيقة من اللي كمشوا الديار المقدسة وكنت لقوا مع الناس الرشيدية سبحان الله فيهم واحدة نية عظيمة كندكر اول مرة غامشوا البقعة المقدسة وكان واحد الازدحام شديد والناس واقفين كيدروا التباعة دي الجوا الصفر في المطار دي الجدة وكان اكتضاد كتلقى لك الوفود جيين من مصر جيين من سينيغال جيين من تونس من الجزائر جيين من مصر دكشي مخلط والناس ضغط ووحد الشاب كان خلفي فالول كان أمامي شاف الناس بزاحمينه كيرجع للور اللي بقى بلسك يرجع والأخير والزوجة ديالو ومن بعد ملكة المغادي كيهز الحقائب ديالو يحطم ويمشي هز حقائب الآخرين العجزة والضعفة كيمشي معهم فلفت انتباهي هات الشاب والزوجة ديالو غريب حاج الحمداوي الله يطوف العمرو وسبحان الله العظيم في البقعة المقدسة أيضا فالتقيتوا به أيضا الناس يقلبوا على الطعام كوشك يزدحم هو والخر إلا بقاش يفوتا ديال الطعام وديال المائدة كي ياكلوا مالقاش ركبش يخلص مرة تانية في جهة أخرى ولكيجبتش يطريف ديال الخوز في شي فرميجة وكي ياكلها سبحان الله العظيم هذا الرجول فأحببته من بعد سرنا الصديقين قلت لي يا أخي حببتك في الله لأنك عندك أخلاق إسلامية راقية في هذا المقام الأخلاق شنية؟ هي التواضع هي النكران الذات هي أنك تقدم الخدمات هي أنك ترجع إلى الدوراء وتخلل الآخرين يسبقوا هذه الأخلاق الكريمة من جبتها فلما سألته من أي إقليم أنت قال لي أنا من إقليم الراشدية وسبحان الله العظيم من تم زرت هذه المنطقة والقاتل قادية هي رأى الطبيعة في هذه المنطقة وفي أهلها وفي ساكينتها والله أسمعت للأم رشيدة كانت تكلم بفطرية وبتلقائية قلب عمر بالإيمان وفيها اليقين وكانتمنى أن المسؤولين في هذا البلد الأمين يعرفوا بأن هذا الشعب اللي هما مسيرينه رأى شعب طيب شعب بسيط وشعب قانوع وشعب راضي خاصة غنفتحوا الأبواب ونكتروا من الاستثمار ونسهلوا الأمور ونبسطوا المساطر وغيكون شع الله الشعب دينا في المقدمة وغيبقى دائما سالم مسالم آمن طيب للا أم رشيدة طلب الله سبحانه وتعالى ليه حرمك من زيارة قريبة للبيقعة المقدسة الله يكتبك من الزائرين إلى مكة المكرمة الطائفين حولها الله يجعلك من الذين يصعدون إلى جبل عرفات ويسعون بين الصفا والمروة ويشربون من ماء زمزم ويصلون في المقعة الطاهرة في الرودة الشريفة بجانب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الله يكرمك بشيح الجولة الشعمراء تاتيك كرام من الرحمن بلا تعب ولا مشقة وأسأل الله الواحد الأحد أن يشافيك من كل داء ومن كل سقم ومن كل عملة ويشافي الزوج ويطيد عمره وهذه البنية للا رشيدة اللهم بارك لها في هذه الخطبة واجعل لها زواجا قريبا اللهم بارك لها في عريسها يا رب بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وأسعد قلبيهما بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عجل للا أم رشيدة بالفرج اللهم أسعد قلبها اللهم نور طريقها بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وكل من عنده حاجة في نفسه أو في ضميره اللهم عجل له بالفرج وكل من طالب مننا الدعاء اللهم يا رحمن يا رحيم نحن في هذه الوجه طيبة بالآلاف المؤلفة بل ربما بالملايين المستمعين في جميع الأقاليم والمدن والبوادي والمداشر والجبال كلهم يرفعون أكفهم إلى السماء يا مولانا ليس لنا إله غيرك سواك ندعوه إن شاء الله شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة